اخي وحبيبي رح امتنع انادي باسمك ولكن هاي فرصة وامتياز كتير كبير للي بشكل شخصي بمعرفتي فيك ثلاث سنين ونص من بعد ما انت قررت انك تاخد الرب يسوع كمخلص شخصي على حياتك بكونك من خلفية مسلمة ومن عائلة متدينة بالذات الوقت بحب اسألك ايش عملك المسيح كيف جذبك المسيح بكونك شخص مسلم من عائلة متدينة داخل غزة يعني احنا بنعرف انه بغزة في كتير متدينين وعقلية مختلفة عن اماكن كتير في البلاد شو هاي القوة القلب او شو هذا اللي جذبك بشخص المسيح بحب اسمعك اول شي انا اللي جذبني لشخص المسيح انه لحتى اليوم 2021 سنة عمال بينتظر في لمجيئي تركت الاسلام اول شي انه قرنتها ما بين اتبع كما يقال عنه نبي اللي هو محمد او اتبع شخص لحتى اليوم قعد بنتظرني محمد ما تسابنا اما الرب يسوع المسيح لحتى اليوم عمال بنتظرني واللي جذبني للمسيح اكتر اكتر الهو التعليمات المحبة اللي بيديني اياهن انه صلوا من اجل الممغضين اليكم في الاسلام ما بحكيش هيك ادولي بعلمني هيك الاسلام بقول لنا العين بالعين والسن بالسن الاسلام ما بقول لناش سامح لا اقتل اما في المسيحية واتباع الرب يسوع المسيح انه بقول لنا لا سامح وصلوا لاجل الممغضين اليكم من ضربك على خدك الايمن فادر له الاخر ايضا فكتير كانت الاتباع المسيحية انها غيرت حياتي من حياتي كانت العنف لا يعني مش فاهم حياتي كانت كلها مقربطة مش فاهم ليش عايش اما في المسيحية انه فهمت انا ليش عايش حياتي صار لها معنى حكيلي عن ايش ايش الامور اللي كنت تمارسها في الماضي وكانت مغلبيتك وكانت حمل على كتافك وليوم انتي ما بتمارسها شو التغيير الجذري اللي المسيح صنعوا بحياتك وكانت تغيير احكيلك يا بالامان انه اه صرت احب الكل بطلت عدواني زي الاول جاب لأ اه احب الحوالية بس يعني زي ما بحكيها امي زوجتي اخوي بس لما امنت بالرب يسوع المسيح وقريت ايات ان احبابتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم هذا وان احسنتم للذين يحسنون فقط فأي فضل لكم فحبيت الكل لما فهمت الايات لا لازم احب الكل حتى احب عدو يعني الرب يسوع لما قالنا صلوا من اجل المبغضين اليكم فعلا انه انا في صلاتي ليلو ومحبتي ليلو واحساني ليلو حيفهم ان الدين او حيفهم المسيحية انها قائمة على المحبة في الاسلام قلت لك يا اخوي احنا كنا آلة آلة احنا في الاسلام صلي زكي صوم بس يعني العقيدة الاسلامية مبنية على تصرفات جسدية وليس روحانيات من جوا ما كانش اتحدنا عن روحانيات بس انه نعمل حركات جسدية ليش ما تسألش يعني هاي اليوم بداية انا مشواري سألت مشايخي كتير انه عن تفسير آية ولحتى اليوم مش قدرين يفسروها اه الآية بتقول الآية في القرآن بتقول وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم محدش من المشايخ فسر لي اياها فعلا اه في منهم كان رده لا تسألوا عن اشيان انتبدوا لكم تسوقكم ايه في القرآن جاب لي اياها في مشايخ رده علي قالولي انت ما ما تحكيش في فكت اشي في مشايخ انت دي لك مشاكك صار في مشايخ قالولي انتظر مننا رده من اكبر مشايخ قطاع غزة قالولي انتظر مننا رد ولحد اليوم بانتظر منه رده الاشي المشجع لما منشوف في ايه وحدة بالقرآن تتحدث عن المسيح انه ما صلبوه وما قتلوه او بالعكس ما قتلوه وما صلبوه بينما منشوف عشرات الايات اللي بتتحدث عن صلب المسيح عن الام المسيح وعشرات المرات المسيح نفسه صرح هاي التصريحات نقال لابد انه وسلم الى ايدي الامم واصلب وثم اقوم باليوم التالت بالفعل ومنشوف كمان فيه التاريخ نفسه يشهد عن حادثة الصلب وغير هيك منشوف كمان الانبياء في العهد القديم تحدثت عن الام المسيح اللي لابد يعبر فيها وإحنا شوفنا هذا الاشي تحقق في المسيح مثل ما عبرت هاي الاي الوحيدي اللي ممكن بالفعل هي يتيمة فاش الى فاش الى اب وام وغير مسنودي على اي شي فقط ممنوع تسأل بدي اسألك اخوي حبيبي انتي مش بس اجيت من بيئة متدينة ولكن انتي بذاتك كنت متدين بفترة من حياتك مزبوط صحيح قاعد تقريبا سنتين ونص مع الدعوة ونطلع من جامع لجامع ومن مسجد لمسجد ندقوا باسم الاسلام بس هاي الفترة قاعد سنتين ونص وانا مع جماعة الدعوة ونتنقل من مسجد لمسجد واسيب بيتي من مسجد لمسجد انه ندقى الناس للإسلام بس مش باختناع كآلة صلوا صوموا زكوا بس ليش ما نعرفش الناس يعني صلي عشان تعبد ربنا ربنا مش صلاة وما فيش ايمان في داخلنا لا ربنا محبة اليوم بكونك كنت سنتين ونص بداخل دائرة الدعوة وكنت نشيط وايجيت من عيلي بذات الوقت متدينة شو تأثير تركك لا عقيدة معينة واليوم انت تؤمن بعقيدة مختلفة كليا يعني اليوم انت تؤمن بيسوع بكونه ابن الله وانه مات على الصليب لأجل خطياق انتسر على الموت وقام وانت بتآمن في كلمة الله انه هي كلمة حقيقية غير محرفة فكيف رد فعل الاسلام بالمنطقة اللي انت ساكن فيها لشخص اذا عرفه انك انت امنت في المسيح زي ما انا سبق وشاركتك بداية ايماني بالمسيح كانت شوية صعبة بالنسبالي كمسلم اني اتقبل المسيحية لانه احنا شرعتنا او اه مجتمعنا عداتنا وتخاليدنا انها بتحكي انه خلص الاسلام يتم في الاسلام اه كان شوية صعبة لالي اني اتقبل اغير من عقيدة العقيدة اه بس لما فهمت العقيدة المسيحية كويس واتمعانت فيها كويس وعرفت انها بتدل يعني علم حبة وانه الرب يسوع المسيح فدانا من اجله اه فامنت فيها وتركت كل كلام الناس اه ما خفتش من حدا امنت فيها و يعني اليوم بحب ان انشر المسيحية لكل غزة ولكن اه ما بتخاف من من الارتداد عن الاسلام لانه في شيء واضح هناك المرتد يقتل بحسب العقيدة صحيح لأكيد في خوف بس الخوف من الحكومة نفسها الخوف انه اه هاي يعني في دم المسلمين هاي لجيتها في دم الاسلام في صميم الاسلام اللي اقتل في صميم الاسلام اللي المرتد يقتل صحيح اه بس محبتي للرب يسوع خلتني مش خايف صح خايف خارجيا بس مش خايف داخليا يعني ما بقدرش اني اه احكي انا صرت التبع المسيح اه اه من عقيدة لعقيدة اختلاء غيرت من عقيدة لعقيدة يعني من الاسلام خلص الاسلام صر مش صحيح او احكي زي هيك امور صحيح خارجيا انا خايف بس داخليا لا مش خايف اه ام امن انه ربنا هل عندك يقين بالايمان بيسوع المسيح ابن الله انك انت خلصت وعلى السماء ذهب انا اكيد كيف ايش في عندك رسالة للشباب والصبايا اللي اللي بيجي لك ايش عندك رسالة لانك انت بهذا الجيل وبهذا الجيل كمان كنت سنتين ونص متدين ونشيط في بدياني اللي انت كنت عليها انا نصيحتي للشباب انه اليوم فكر بعقلق لو دقيقة فكر بعقلك اه يعني اقل السؤال بسألهم اياه انه بتتبع حتتبع نبي مات وسابك ولا تتبع شخص بانتظرك لحد اليوم و ومات من اجلك وقام من بين الاموات وكان مخلص لك لخطاياك وفدية لإلك او زي ما بقول رب يسوع اتركوا كل شيء انفايديكم واحملوا صليبكم واتبعوني كلمات جدا مؤثرة اللي قلت انه شخص مات وغلب الموت وينتظر كل واحد حتى يلتفت لإله شو حلمك حلمي ان ارجع على غزة وكل غزة اتأمن بالرب يسوع المسيح ولو لو فكروا بس شوي فكروا هيعرفوا الصح من الغلط هيعرفوا ان الدين اللي بتتبعوه او العقيدة اللي بتتبعوها ان كانت الاسلامية انها بس عقيدة حركية وليس روحانية عقيدة انانية بتحب ذاتها من ليس معنا فهو علينا انت مش مسلم لازم بدك تسير مسلم ما سرتش مسلم بدنا نقتلك فهي العقيدة لو فكر فيها بس شوي فكر فيها اما المسيحية لا المسيحية بتقولك فتشوا الكتب انا ما تراك الدين وما ساك الدين واتبعت الدين جديد لا انا بل تراك الظلمة واتبعت الحق والنور اتبعت الرب يسوها المسيح امين اشتركوا في القناة